نواصل إلى تطورات الحرب في أوكرانيا الآن حيث عد وزير الخارجي الأوكراني ديمترو كوليبا رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل صفعة في وجه المجتمع الدولي كوليبا دعا الأعضاء الحاليين للمجلس إلى التصدي لأي محاولة روسية لإساءة استخدام هذه الرئاسة المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من كياف مراسلة تلفزيون العربي إياد ستيتيا إذا لو تضعنا أكثر في الموقف الأوكراني من ناحية ترأس روسيا لمجلس الأمن وما الذي تعتزم كياف أن تقوم به إذا هذا الأمر نعم نضالنا مساء الخير هناك مواقف رافضة ومنددة برئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي عبر عنها وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كليبا حيث قال بأن هذا الأمر يشكل صفعة للعلاقات الدولية التي تقوم على قواعد ثابتة ومبادئ أيضا كان هناك تنديد من قبل نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريس هيبي هو قال بأن تولي روسيا لرئاسة مجلس الأمن هذا المجلس الذي وصفه بأنه الهيئة التي تعمل على ضمان أو حفظ السلام والأمن الدوليين هي دليل ومؤشر على إفلاس هذه المنظمة ويقصد مجلس الأمن هو قال بأن أيضا النظام الداخلي لمجلس الأمن أصبح قديما وقد عفى عنه الدهر ويجب العمل على تغييره هو قال بأن روسيا بوصفها الدولة المعتدية كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة كان يجب على مجلس الأمن أو على الجمعية العامة أن تقوم بطردها وفصلها أو فصل عضويتها من هذه المنظمة نضال هناك أيضا إلى جانب هذه التصريحات السياسية هناك أيضا مستجدات وتطورات فيما يتعلق بأوضاع الميدانية وتحديدا في شرق أوكرانيا بحسب بيان الأركان العامة المسائح وصدر قبل قليل قال بأن القوات الأوكرانية تمكنت خلال ساعات النهار من صد 50 هجوما للقوات الروسية على كافة المحاور المحاور الأساسية هي محاور ليمان وكوبيانسك وأفديفك وشختار وأيضا محور باخمود أما في المحاور محور ليمان وكوبيانسك هذا المحور قال بأن القوات الروسية استمرت خلال ساعات النهار اليوم بقصف البلدات القريبة من خط التماس مع محاولات هجومية والتقدم نحو مواقع القوات الأوكرانية إلا أن القوات الأوكرانية قامت بإفشال هذه الهجمات والتصدي لها أما محور أفديفك وقال بأن القوات الروسية تواصل تقدمها باتجاه مواقع القوات الأوكرانية تقوم بمحاولات حتيثة من أجل السيطرة أكبر على هذه البلدة تطويق هذه البلدة من ثلاث جهات من الجهة الشمالية والجهة الجنوبية والجهة الشرقية ومع ذلك فإن قوات الأوكرانية اليوم صدت عدة هجمات القوات الروسية في ثلاث بلدات وهي في مارينكا وسيفرني وبرومايسك محور باخمت هو المحور الأبرز خلال الأيام الماضية وهو الذي يشهد معارك ساخنة تحديدا في مركز هذه المدينة هناك مواجهات وقتالا مباشرا ما بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية يقول البيان بأن القوات الأوكرانية تمكنت خلال ساعات النهار اليوم من صد هجمات باتجاه قرية بهدانفكا القريبة من باخمت هناك أيضا معارك تجري وجها لوجه في المناطق الشمالية الغربية وتحديدا في بلدة أريخفا وسيلفكا وأيضا إلى الجنوب من مدينة باخمت وتحديدا في مدينة أو في بلدة عفوا إيفانفسكا هذا المحور هو تكلم عنه أيضا اليوم المتحدث باسم عمليات الشرق سيهي تشيريفاتي قال بأن المدينة ومحيطها قد تعرضت خلال الساعات الماضية لقصف صاروخي ومتفعي روسي لأكثر من 170 مرة فيما شهد أو وسط المدينة شهد اشتباكا شهد 24 اشتباكا ما بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية هو قال أيضا بأن هناك خسائر في صفوف القوات الروسية وأشار إلى أن القوات الأوكرانية كبدت نظيرتها الروسية 162 قتيلا و157 جريحا قال أيضا بأن القوات الروسية بحكم أنها تتكبد المزيد من الخسائر تقوم القيادة العسكرية الروسية في هذه المنطقة تحديدا باستقدام وحدات إضافية من الوحدات المحمولة جوا أو وحدات المضليين إضافة إلى وحدات من المشاءة الآلية لكي تدعم مقاتلي فاغنر الذين يقاتلون أو الذين هم في طليعة القتال في هذه المدينة هناك ما تحدث عنه اليوم في ظل احتدام هذه المعارك وفي خضم هذه المعارك في الشرق اليوم الرئيس الأوكراني بولديمير زيلنسكي كان قد أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي مونويل ماكرون حيث تطرق الجانبان إلى تطورات الحرب وتطورات المدنية في شرق أوكرانيا وأيضا ناقشا أيضا موضوع دعم الصيغة صيغة التسوية الأوكرانية صيغة السلام التي كان قد طرحها الرئيس زيلنسكي في ستمبر من العام الماضي هذه الصيغة التي تعول عليها أوكرانيا والتي لا تريد أن تأخذ بغيرها هذه الصيغة تتشبت بها وتقول إنها الصيغة الوحيدة من أجل تحقيق السلام وإنهاء الحرب هي تتضمن عشر نقاط من أهمها نضال هي انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية أيضا محاكمة ومحاسبة المتورطين بارتكاب أعمال أو جرائم حرب على الأراضي الأوكرانية الإفراج عن السجناء والأسرى الأوكرانيين لدى الجانب الروسي نضال للمزيد عن الأوضاع الميدانية والسياسية هنا في أوكرانيا في التقرير التالي لمن ستكون الغلبة في الحرب الروسية الأوكرانية سؤال تتضرب بشأنه لإجاباته في ظل تعقيدات الصراع على الأرض ودخول أطراف أخرى في الحرب التي جاوزت عامها الأول فبحسب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا في المستقبل القريب ميلي صرح لوسائل إعلام أمريكية أن تلك المهمة غير مستحيلة لكنها ليست ممكنة على المدى المنظور أو خلال هذا العام تصريحات المسؤول الأمريكية المثيرة يؤكدها على الأرض استمرار روسيا في إرسال المزيد من الأسلحة والعتاد لتنفيذ ما تصفها موسكو بخطة العملية العسكرية في أوكرانيا موضوع إمداد القوات بالأسلحة الفتاكة تحت السيطرة المستمرة من قبل الحكومة ووزارة الدفاع تم تحديد حجم إمدادات الذخيرة الأكثر احتياجا التي تشمل الأسلحة التقليدية والعالية الدقة في المقابل يحذر الرئيس الأوكراني حلفاءه الغربيين من أن سقوط بلاده سيدفع بوتين إلى الذهاب أبعد من ذلك بكثير مخاوف زيلنسكي عبر عنها في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون داعيا إلى تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية لإنهاء الحرب أما البريطانيون فلهم رأي آخر مخابرات البلاد قالت إن الهجوم الشتوي للجيش الروسي الذي استمر الثمانين يوما انتهى بالفشل أيا تكون التصريحات عمن تميل إليه كفة النصر في الحرب على أوكرانيا تقول الأوضاع ميدانيا إن قتالا عنيفا تدور رحاه في مدينة بخموت بين الجيشين الروسي والأوكراني ومن ينتصر فيه سيحرز على الأرجح تقدما كبيرا في المراحل اللاحقة إذن أشكرك إياد ستيتي مرسل التلفزيون العربية من كييف على كل هذه التفاصيل